مساء الخير، انا دكتور عامر حسن، طبيب الأطفال وقلب الأطفال في مركز كندريا لطب الأطفال هنتكلم مع بعض النهاردة على التطايمات والتطايمات دي هنتكلم على جزئين جزء الخاص بالتطايمات الإجبارية في وزارة الصحة والجزء الثاني الخاص بالتطايمات الإضافية اللي بتبقى بره وزارة الصحة نتكلم الأول على وزارة الصحة البغي لما بيتولد بياخد مجموعة معينة من التطايمات الهدف منها إنها تديله مناعة وصد أمراض عشان الأمراض دي لما بتجيله بيبقى الضرر منها جامد جداً على البيبي قد يؤدي للوفاة طيب، الأمراض اللي احنا بنفض لها تطايمات في وزارة الصحة أول حاجة شلل الأطفال وده بيتاخد بالفم نقط عند عمر يوم، عند عمر شهرين، واربعة، وستة، وتسعة، وتناشر، وتمنتاشر، وده تقريباً أكتر تطايم بناخده طيب، ايه تاني تطايم بناخده؟ حقنة اسمها الخماسي فيها خمس تطايمات مع بعض الكابدي الوبائي دي، والأنفلونزا البكتيري، والديفتيريا، والتيتامس، والسعال الديكي اللي هو البرتاساس دي بناخدها عند شهرين، واربعة، وستة وكمان بناخد حقنة في الفخد في الشهر الرابع لشلل الأطفال، بتتاخد حقنة طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ ده شلل الأطفال مقتول والتاني اللي بالفم طعم حي يعني الطعم الحي بيدي مناعة للطفل، بس ممكن يدي مناعة للي حواليه ولازم نخلي بالنا وإحنا بندي التطايمات دي إن الطعوم الحية زي شلل الأطفال، ما يكونش حد عندي في البيت بياخد علاج كيماوي أو بياخد علاج كورتيزون لفترة طويلة تبعف مناعة الطفل، عشان الطفل اللي ما عندوش مناعة ممكن يجيله العدوى من التطايم لكن اللي عندو مناعة مفيش مشكلة، تمام؟ ايه تاني من التطايمات الإجبارية اللي بناخدها في الصحة؟ قلنا الدي بي تي اللي هو الثلاثي البكتيري، له جرعة منشطة عند سنة ونصف نقصنا الثلاثي الفيروسي ال-MMR، وده بناخده عند سنة ونصف، تمام؟ دي التطايمات اللي بناخدها في وزارة الصحة، خلصت كده؟ لا ما خلصتش، لما أولادنا بيكبروا وبيدخلوا الكيجي وبيخلوا المدارس، فيه تطايمين كمان بناخدهم، تطايم الأولاني، تطايم ميكروب الحمى الشوكية، اللي هو الالتهاب السحيي، ده بيتاخد تطايم ثنائي، غير مقترن، تمام؟ وحنقول يعني ايه مقترن أو غير مقترن دي، بس قدام شوية، تطايم ثنائي غير مقترن بيتاخد في أول كل مرحلة دراسية، يعني ولا حضانة، ولا ابتداي، ولا إعدادي، ولا سنة، تمام؟ وفيه تطايم تاني بيتاخد جرعة منشطة اسمه DT، بيتاخد ما بين أربع لست سنين، معرفش بالزبط هو بيتاخد أمتى في سنة كام في الصحة، لكن ده العمر اللي احنا بناخده فيه، دي كده التطايمات اللي بناخدها في الصحة، من أول ما نتولد لغاية سنة، أشوفكم الجزء التاني، اشتركوا في القناة